ريتل عسكري سعودي جديد يصل إلى شبوة لا تكاد أنبأ وصول القوات السعودية إلى اليمن تتوقف منذ أغسطس الماضي وذلك بالتوازي مع الإخفاق الظاهر في تنفيذ اتفاق الرياض أحدث ريتل سعودي وصل الأربعاء إلى ميناب الحاف في محافظة شبوة في طريقه إلى مدينة عدن الوجهة النهائية لهذه القوات وهي المرة الرابعة التي يسجل فيها وصول قوات سعودية إلى عدن مروراً بحضر موت شبوة المصادر الميدانية أفادت بأن الريتل الأحدث يتكوى من 30 عربة مدرعة من المقرر أن تعزز التواجد العسكرية السعودية الذي يتخذ من معسكر رئيسي في البريقة في محافظة عدن مقرر رئيسي له يشكل التواجد العسكري السعودي المعلن في عدن صورة موازية لتواجد لا تكاد الرياض تعلن عنه في محافظة المهرة وذلك ضمن مخطط تدفع السعودية بناء عليه بقواتها إلى المناطق الهادئة من البلاد جزء منه يتعلق بمخاوف التهريب والجزء الآخر يتوسل اتفاق الرياض الذي تعتبره إنجازاً سياسياً جديراً بالتسويق في الأروقة الدولية ومؤشراً على توجه سعودي لإحلال السلام في اليمن لكن الوقائع الميدانية تشير إلى تصاعد في وطيرة الإضطرابات والاستهدافات الممنهجة ضد السلطة الشرعية ووحدة اليمن في مناطق النفوذ السابقة للإمارات خصوصاً في محافظة شبوى وأرخب لسقطرة بدعم إماراتي لا يخفى على أحد يأتي ذلك فيما يشهد الشق العسكري من اتفاق الرياض جموداً يرخي المخاوف من إمكانية فشله بالكامل بعد أنباء ذات مصداقية تحدثت عن رفض المجلس الانتقالي والقوات التابعة له إعادة الانتشار وتسليم الأسلحة الثقيلة تطور متوقع يضع السعودية أمام تحدي حقيقي لنفوذها العسكري الذي يتعزز كل يوم فيما يبقى نفوذ الإنقلابين في كل من صنع وعداً على حاله من الرسوخ بل والقابلية للتوسع على حساب حلفاء الرياض الذين يستهدفون من كل الأطراف ترجمة نانسي قنقر